السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة أخرى مسيسيلات شهيوات ريحانة كمال نقدم لكم اليوم بني بطريقة سهلة وناجحة بسم الله على بركتي الله نبدأ في استعراض المقادر في إناء وضعت ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وكتبقى بحسب الجو ممكن تنقصه إلا كان الجو ساخن قشر ليمونة حامضة ممكن تعودوه بكيس سكر فانيلا أربع ملاعق كبيرة من السكر السنيدة اللي هو السكر حبيبات ممكن تنقصه الكمية دي السكر ولكن هاد كمية كافية مع كمية الطحين ما يعادل تقريبا نصف كأس من السكر ملعقة طعام كما لحتو كبيرة بحاجة أيضا للحليب السائل كيكون دافي ما يعادل 300 مللاتغ من الحليب اللي هي جوج كيسان بقياس كأس الشاي العنبة حليب كيكون دافي ما يكونش سخون بزاف كنضيفه على الخميرة وقشر ليمون الحامض والسكر وكنخلط بالطراب اليدوي كنساعد هديك الخميرة كتفاعل مع السكر والحليب نخليه مدة دي الدقيقة فقط عندي هنا يا ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة مدابة زبدة خاصة بالاكل او ممكن تستعملوا زبدة دي العلب بيضة كاملة المكون الرئيسي او المكون اللي كيخلي البيني كيكون ناشف هي الناشا ميزينة ثلاث ملاعق كبيرة ملح بحسب الضوء وعندنا الطحين هنا غدي نعبر لكم بالكأس استجابة لطلب الاخوات كنضيف الزبدة كتكون مدابة وباردة الملح وبيضة كاملة ونخلط الكل جيدا بالنسبة للزبدة كتاخدوا كمية دي الزبدة كتدوبها وتعبروا ثلاث ملاعق كتكون مدابة ثلاث ملاعق كبيرة كنضيف هنا ناشا ميزينة ناشا الدورة ثلاث ملاعق كبيرة قياس الملحة لبشع برس السكر كنضيف هنا الكأس الاول من الطحين ما يعادل 100 جرام الكأس الثاني كنحاول انني نجمع المكونات باليد ما غديش ندلكو ما نتعدبوش معاه نهائيا فقط الى خليته العجين ديالكم كيكون مرخوف وخفيف وكيخمر مزيان كتحصلوا على نتيجة جيدة ضفت هنا يا الكأس الثالث من الطحين ودائما انا كنخلط وكنتأكد ان المكونات كتنساجم مع بعض الكأس الرابع ديال الطحين بالنسبة للكأس الواحد من الطحيني وعادل 100 جرام كنخلط مزيان كما لحتو مازال العجين ديالي ما تجمعش يعني مازال مرخوف بزاف ضفت الكأس الخامس وانا كنتأكد من القوام ديال العجين ضروري ما تخليوا العجين ديالكم خفيف وخيكون يتلصق ماشي مشكيل قد ما كيخمر العجين كيزيد كيتماسك هنا يا مازال خفيف بزاف قدي نضيف لي ما يعادل نصف كأس من الطحين يعني وانتو ما كتتأكدو كنأكد ان العجين ديالكم خليوا خفيف خليوا ارتب باش كتحصلوا على نتيجة جيدة كنجمع اطراف ديال العجين هنا يا كماشيتوا معايا ضفت نصف كأس من الطحين يعني ما ضفتش الكأس كامل غدي ننظف اليد ديالي ونغطي العجين ونخليه كيخمر هادي كتتسرع علينا عمليات التخمير العجين بعد ما اخمر كيتضاعف الحجم ديالو على جوجة المرات تقريبا هنا كنحاول انني نخرج منو الهواء وفي نفس الوقت كيكون دلك خفيف بغيتو هنا في هاد المرحلة كتدلكوه مزيان راه ممكن ما بغيتوش راهكا كتكون نتيجة جيدة لاحظوا معايا القوام ديال العجين نرتب وخفيف كل فقاعات رغم انني ما دلكتوش نهائيا كناخد القليل من الطحين كنرش سطح العمل ناخد دلك ونبسط العجين السمك اللي كيكون متوسط كنحاول ان نبسطه كامل ونتأكد انه ما لاسقش في سطح العمل يعني كنحركه على جميع الجهات ونقلبو ايضا للجهة الاخرى كتاخدو القطعة اللي كتناسبكم اي قياس صغير كبير متوسط مربع دائري متلت حسب الرغباء ديالكم سمك متوسط والعجين ارتب وخفيف يعني كل شي واضح امامكم هنا نصيحة الوقت اللي كتبسطوا العجين خليو كيرتاح يعني ما تبسطوش مباشرة كتوضعوا القطعة ديالكم ما تبقوش تدورو في القطعة حطوها وقطعو إلا بقيتو كتدورو فيها كيتغير الشكل ديال البني اي اخت مبتدئة تدير بهاد النصائح يعني حطو القطعة وضغطو ما شي تبقووا تدورو فيها هذه هي القطعة كما لحتو ما كتلسقش لنا نهائيا وعجينة اللي رطبة كناخدو الدوائر ونوضعهم جانبا حتى نتخلص من بقايا العجين هاد البقايا متعجنوهاش بززاف غير جمعوها شوية وخليوها في الإناء كتترخب شوية وكتلقوها بنفس الطريقة هنا لكم الاختيار بغيتو تخليوهم دوائر وتخليوهم كي خمرو وتقليوهم او كتوضعوا لهم هاد تقب في الوسط يعني كيبقى لكم الاختيار إلا عندكم الأطفال خليو هديك القطعة الصغيرة حتى هي قليوها ما عندكمش كتضيفوها للعجين المتبقي كتجمعوها معا وتخليوه كيرتاح وكتصرحو بنفس الطريقة كتخليو كي يخمر ضروري خديت مقلات وضعت فيها الزيت سخنتو نار متوسطة كيتخن مزيان بعد ما يخمر البنية ضروري البنية ديالكم ما يخمر يعني ما يكونش ما خامرش أنا ما غديش تحصلوا على نتيجة مزيانة ضروري ما يخمر الزيت كنسخنوه مزيان نار متوسطة بمجرد ما كنوضع القطع ديال البنية في المقلات كنقص النار كنرد معه البال يعني بسرعة كيتحمر هنا لو ويتو يجيكم من فوق كتبقوا تفرغوا عليه الزيت بواسطة الملعقة كيما لحتوا القطعة الاولى بسرعة بداش كتتتحمر لان الزيت عندي سخون ورا النار ناقصها ما كتكونش مرتافعة كتبقوا تحركو فيه مرة مرة يعني ما تغفلوش عليه يعني كتبقوا واقفين حداه باش كيجي كلو لون واحد مباشرة كيتحمر كيكون عندي ورق نشاف او واحد شبكة فيك نوضع القطع كنو متأكدين انه ما كيهزش الزيت نهائيا بفعل هذيك النشا كيجي ناشف كيجير طبء خفيف كناخد القطع ديالين سقطرها من الزيت وكان نضعها في ورق من الشاف ديال المطبخ خديت هنا هي السكر سنيدة اللي كتكون رقيقة او كتغربلوها باش غادي نزين البني ممكن نزينوه بسكر ناعم او خطوط ديال شوكولة يعني كيبقى لكم الختيار بطبيعة الحال فقط اعطيتكم الفكرة كناخدو القطع من الافضل واخدوها وهي مازال سخونة باش كتلصق فيها هذيك حبيباس ديال سكر سنيدة كنمرر القطع وكنوضعها في صحن ديال التقديم كيجي بني اللي هائل بزاف كيما كتلاحظو القطع كتجي خفيفة وارطبع وناشف وشيش شي حاجة اللي ارتبع والديدة بمضاق ديال الليمون الحامد ممكن تعودوه كما تكرت لكم بسكر بانيلا يعني كيبقى لكم كامل اختيار او قشر ديال بورتقالة وهدي هي الصور النهائية ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم كانت معكم رايحانة كمال وانطلقوا فيه فيديو جديد باذن الله في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة